إنجيل يحنى وبالذات الإصحاح الثاني يعتبر إصحاح محوري في بشارة يحنى فيحنى طبعا كتب الإنجيل بوحي من الروح القدس بعد سنين طويلة يعني الأنجيل الأخرى اللي هي البشائر الأخرى متى مرقص ولوقة كانت منتشرة في كل العالم أنذاك ولكن يحنى على الأرجح كتب إنجيله في حوالي سنة تسعين ميلادي أو ما بعد فهو مش بيمشي في سياق بكرونولوجي يعني في تسلسل مثل مثلا متى أو لوقة إلى آخره لوقة مثلا بيبتدي من النبوة عن مجي أو عن ولادة يسوع إلى صعود إلى السماء ولكن يحنى بيتكلم لليهود طبعا بيكلم كل العالم ولكن في فكرة كتير كتير مهمة هو دارس أو فاهم الفكر العبراني في العهد القديم ويحاول أن يظهر لنا السمو ورفعة وتفوق يسوع المسيح فيظهر لنا مجد المسيح هذا المجد مش اللي كان مجرد بحل فقط في خيمة الاجتماع أو في الهيكل هذا المجد اللي هو في شخص ربنا يسوع المسيح اللي بيتكلم عنه ويقول ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فبيتكلم عن يسوع المسيح حتى يضحض بضعة كانت مشهورة في أيامه بضعة الغنصيين التي ترفض فكرة لهوت المسيح وترفض فداء المسيح أو مجيء المسيح في الجسد وهنا أحبائي في كل الكتابات بتشوف في إنجيل يحنى بيجيب الفكر العبري في العهد القديم وبحاول يوضح لنا تفوق المسيح ويظهر أنه كل الغرض من الإنجيل هو الإيمان في شخص الرب يسوع المسيح وأن يسوع المسيح فعلا جاء في الجسد لكن الذي جاء في الجسد هو الله الظاهر في الجسد وهذا بتشوفه في إنجيل يحنى الإصحاح الثامن بتشوف يسوع عارف القلوب فهو علام الغيوب فهو العالم بكل شيء وهذا طبعا يعني نستشف إذا هو بيعلم فهو القادر على كل شيء ويعرف كل الأحداث اشتركوا في القناة